المرجو الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليسيلك الجديد عند وضعي في القناة وشكرا لكم السلام عليكم ورحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي الدائم من الهم شنال الجزبان إن شاء الله ستكونوا بيخير على خير ستكونوا في الحالين ستكونوا ناشتين ستكونوا موضي لكم مزينا وفتمام عن جميع السيدات عن جميع الحبيبات المتتبعات الأغزالات اللوفيات على القناة ديالي الهم شنال وصفة اليوم إن شاء الله ستكون وصفة مختصة بإزالة شعر من الجسم ولا سويت ولا شفرة ولا وجعنها أين غير يختفي الشعر من الجذور إن شاء الله تجيبها تكون أمامكم مباشرة أكيد فأنتمنتنا الإعجاب ديالكم هادي كل مكون رئيسي معنا في هاد الوصفة هو الشبه إن شاء الله ومكونات خرطانة ويأكيد مش يغل الشبه بوحدة فأنتمنت تستفدوا من هاد الوصفة وتنال الإعجاب ديالكم وترضيكم وتبقى تجيب الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي سواء نشخصي ديالكم أو في ليجو فيسبوك أيضا في الواتساب مع صديقة والحبيبات ديالكم باش هكذا تعمل فائدة لجميع أيضا ما تنسوش تخليوا لنا تعليقات الاقتراحات ديالكم فأكيد نبغي نرحب بهم على الرأس والعين وبسم الله على بركة الله باش نمشي ونتعرفوا على مكونات هاد الوصفة ولكن قبل فأنبغي نرحب بكل منك يزور هاد القناة وكل منك يشاهدها سواء الناس الجدد وحتى القدم معنا في القناة أو القدم معنا في القناة فمرحبا من الجميع إلا كنتوا أول مرة كتكتشفوا هاد القناة فما تنسوش تضغطوا على زل اشتراك نوجود أسفل فيديو وتفعلوا زل جرس أيضا وتخليوا لنا تعليقاتكم الجميلة والرائعة في خانة التعليقات أيضا ممكن تفقطعوا معنا ولا تتركوا معنا حتى الوصفة تديلكم طبيعية بخصوص يعني كيفاش ممكن تزولوا الشعر الزائد من الجسم أو من المناطق الحساسة فهاد الشي اللي كان باش منطولش عليكم مكتار بنمشي واش نتعرفوا على مكونات الوصفة كيفاش غنستخدموها كيفاش غنطبقوها وكل هاد اللي ديطاي هادو أول مكون غنحتاج له في هاد الوصفة غدي نحتاجوه إلى الشبة أو لمسحق الشبة من انتوما غدي نحتاجوه إلى الشبة بودرة أو لمسحق الشبة بالنسبة للشبة بودرة ممكن تجيبوها عند أقرب عطار ولا عند أقرب عشاب كيفما ممكن تاخدو الشبة حجر وتجيبوها تدقوها وتسحقوها وتغربلوها وتتحنوها وتستخدموها يعني لكم حرية الاختيار أي حل ينسبكم يجيكم مثالي بنسبة لكم فأكيد هو اللي تجئولي بالنسبة الثاني مكون غنحتاجه له في هاد الوصفة هو العسل العسل اللي استخدمت عسل السكر ماشي عسل النحل الحر بالنسبة لإزالة الشع دائما كنستخدمو العسل ديطاي السكر ماشي العسل النحل الحر ولا العسل الطبيعي فقط عسل السكر هو اللي كنستخدموه بالنسبة الآخر مكون وثالث مكون معنا في هاد الوصفة اللي هو الدقيق الفورس او دقيق المخبوزات فغادي نحتاجه له في هاد الوصفة هادي وهدو هما كل العناصر اللي غا نحتاجه حاولت أنا نجيب لكم وصفة سهلة مهلا ما نحاولش نكتر لكم في هالمكونات باش هكدا بزاف ديالسيدات يكونوا بكل قوة وعملوا هاد الاغوست هادو او اكيد لك انه عدة مكونات فكي يعجز الانسان انه يعمل هاد الاغوست او لا اي وصفة ماشي غير هاد الوصفة هادي فندزوا الان طريقة تحضيرها استخدامو استعمالها بعدما تعرفنا على مكونات الوصفة اكيد انا نشرح معكم حتى كيفاش نزولو الشهر لان وزاف السيدات كيسولوني على احنا الوصفة فهمناها ولكن ما فهمناش كتر كيفاش الطريقة ديال ايزالة الشعر من الجسم انجا الله التجربة غتكون امامكم مباشرة في هذا الفيديو وانشرح لكم خطوة بخطوة باش تفهموا الوصفة اكتر باذن الله غير هوا ما تنسوناش بالبيك لايك وسبغ تجيو هاد الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي اكيد بسم الله على بركتي الله ناخد انا افارغ ونضيف كل العناصر اللي متوفرين عندي نضيف دقيق الفورس من بعد نزيد شبه بودرة نحاول نخلط هذا النواشف مع بعضهم من بعد نزيد العسل تدريجيا حتى نحصل على الخليط المتماسك او القوام اللي غادي يناسبني باش نزول الشعر الزائد من الجسم تدريجيا 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 اشتركوا في القناة نحاول نجمع كل العناصير مع بعضهم البعض بواسطة العسل نضيف كمية من طريق الفورس نضيف كمية من طريق الفورس الوصفة كتصبح بهذا القوام هذا و بهذا الشكل هذا إذا أريد أن تحتفظ بهذا القوام أحتفظ بي أريد قوام معاقد أكثر فأكيد مع لكم إلا إضافة تدقيق الفرص فبعد ما كتحصلوا على هاد نتيجة هادي كتبدو تاخدو الوصفة كتبدو تطبقوها على المنطقة اللي بغيتوا تزولوا منها الشعر بالنسبة لهاد الوصفة غتتزولوا بها الشعر بجوش ديال الطرق يعني أي طريقة ناسبتكم فهي اللي غادي تستخدموها وآمنة جدا بدون ألم بالنسبة للسيدات اللي دائمين كيسولوا النفطة عليق بين وصفة لإزالة الشعر في المناطق الحسسة ولا المناطق العادية بدون ألم نهائيا فهذا الوصفة ما غتخليش لكم الألم نهائيا غير تصدقوني جربوها وردو عينا في خانت التعليقات فبعد ما كتبقوها بهذا الشكل هذا على المنطقة اللي بغيتوا تزولوا منها الشعر طريقة الأولى هي أنكم تاخدوا ورق الشمع يكون عندكم وتخلي واحدة تجف غير شوية ماشي بزاف يعني ماشي حتى تكرم غير كتنشف شوية من بعد كتاخدوا ذك الورق ديال الشمع كتجيبوه وكتلسقوه ومن بعد كتزولوه وبتالي الشعر كيبدأ اتستاير بدون ألم حتى وإن استخدمتو ورق الشمع الناس اللي ممتوفرش عندهم ورق الشمع بغيو طريقة واحدة أخرى تكون أسهل مثلا فأكيد غتخليوا الوصفة حتى تجف وحتى تنشف يعني تماما عاد من بعد كتبدا وتفركوها عكس نمو الشعر أو تجاه نمو الشعر بهذا الطريقة هذي والشعر كيبدأ يزول ولكن حتى كتنشف أو لا كتجف تماما عكس طريقة الأولى اللي ما كتخلي واش تنشف بزاف غير شوية يعني واحد تتدقيق ومن بعد كتعملوا ورق الشمع وكتبدأوا تزولوا الشعر ديالكم هي في كل تالحالتين أو في كل تالطريقتين فرهما غاديش تحسوا بالألم نهائيا والشعر غادي مشي من الجذور ديال فأنا حاولت أنني نشرح لكم بجوج ديال الطرق باش هكدا تفهموا أكتر لأنه دائما سيداتك يقولوا لي الوصفرة ما فهمنش كيفاش غادي نزولوا بها الشعر الزائد فانتمنى أنه الطريقة ديالي تكون مضحة وبينة لكم وكما قلت لكم الشعر كي بدأت ستاير تدريجيا بعد ما يبدأت ستاير مع لكم إلى سخص المنطقة ودهنوها بأي كريم مرتب عندكم خصوصا إلى عندكم البشرة الحساسة فكانت هذه الوصفة السهلة مهلة بسيطة نتمنى أنني جاوبتكم على كل الأسئلة ديالكم لتقدروا تسولوهم لي في التعليقات أي تساؤل ما جاوبتش لكم عليه في هذا الفيديو فاخليوا لي على الرأس والعين أنا نجاوبكم عليه لا تنسونا شوفوا بالبيج لايك تشتركوا في القناة تضغطوا على زي الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية جميع الرأوبيط سنخليها لكم في صندوق الوصف أو في ديسكريبشن بوكس أو في لابغدانفو حتى أنتم اللي بغيتوا ستبقتجوا معنا الوصفات تديلكم الطبيعية فعنا الرأس والعين مع لكم إلا تخليوهم لينا في كومنتر وإن شاء الله أنا شخصيا بدوري نجربهم وإلا عجبتني أي وصفة غادي نجي نشاركها مع لابنات هنا في القناة بعد ما نجربها أكيد شخصيا وتعطيني نتائج مزيانة فنشكركم بدوري على حسن تتبع لهذا الفيديو وإيدي معكم الجدد إن شاء الله في الفيديو القديم بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر